العدد مكونات أسلوب العدد الأسلوب العدد مكونات وهما العدد والمعدود فإذا قلنا ثلاثة رجال فإن ثلاثة هي العدد ورجال هو المعدود وفي العددين واحد واثنين فإن العدد يطابق المعدود تذكيرا وتأنيثا فأقول مثلا رجل واحد رجل مذكر وواحد مذكر أو أقول امرأة واحدة امرأة مؤنث وواحدة مؤنث المعدود مؤنث والعدد مؤنث أما في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة فإن العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا فأقول مثلا خمسة كراسي خمسة مؤنث لوجود التاء المربوطة وكراسي مذكر الكرسي مذكر العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث أو أقول ست طاولات ست مذكر لا يوجد تاء التأنيث وطاولات جمع طاولة والطاولة مؤنث العدد مذكر والمعدود مؤنث يخالفان بعضهم البعض أما العددين أحد عشر واثني عشر فإن العدد يطابق المعدودة في الجزئين فأقول أحد عشر كتابا الكتاب هنا مذكر وأحد مذكر وعشر مذكر العدد يطابق المعدودة في الجزئين أو أقول إحدى عشرة لعبة لعبة مؤنث إذن الجزئين مؤنثين أما في الأعداد من 13 إلى 19 فإن الجزء الأول يخالف المعدود والثاني يطابقه فإذا كان المعدود قلما أي كان المعدود مذكرا فإن الجزء الأول يخالف فإذا قلت 13 فالثلاثة ستخالف المعدود المعدود مذكر إذن 3 سيكون مؤنث والجزء الثاني يطابق المعدود والجزء الثاني 10 سيكون مذكر إذن أقول 13 قلما أما إذا كان المعدود مؤنثا باقى مثلا فإن الجزء الأول سيخالف المعدود مؤنث إذن العدد في الجزء الأول سيكون مذكر فأقول مثلاً تسع والثاني طابق إذن عشرة سيكون مؤنث تسعة عشرة باقة أما الأعداد عشرين وثلاثين واربعين ومضاعفات العشرة وأيضاً المئة والألف ومضاعفاتها فإنها لا تتغير مع المعدود فأقول مثلاً عشرون طالباً وأقول أيضاً عشرون طالبة لم تتغير بتغير المعدود وأقول أيضاً ألف قطار وأقول أيضاً ألف سيارة طار مذكر استخدمنا معها ألف وحتى مع السيارة المؤنث استخدمنا أيضاً ألف